ان شاء الله ربنا يكرمنا في مباراة بكرة لأن الفوز مهم جدا 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 وأسباب كتيرة جدا أهمها حالة النشوة والانتصار اللي احنا ماشيين بيها خصوصا بعد الفوز على مازمبي أعتقد ان دي لها مدلول لما هو قادم عشان كده بكرة كل اللاعبين لازم يبقوا أو يستغلوا هذه النشوة نشوة الفوز نشوة الفوز على مازمبي وتأهل إلى الدور النهائي أنا عارف ان كل اللاعبين عايزين يرعبوا كل الناس عايزة تلعب كل الناس عايزة تشارك في حصد الثلاثة نقاط في المباراة زي مباراة الإسماعيلي خصوصا عندما تتكلم عن هذا النادي الكبير والعريق النادي الإسماعيلي يجب أن تتكلم بمنطقة الاحترام مهما كانت النتائج ومهما كانت نتائج النادي الإسماعيلي ومهما كانت ظروف النادي الإسماعيلي صدقوني مباريات الأهلي والإسماعيلي حاجة من زمن الرحلتها حلوة مباراة درب حلو مباراة وانت قاعد بتتفرج بتشوف قيمة النادي الأهلي وقيمة النادي الإسماعيلي صدقني بتكون دايماً مثل هذه المباراة فيها قوة وردية كبيرة جداً وإثارة ويعني دايماً نقول كده لو النادي الإسماعيلي بيلعب يعني مش عارف أقولها إزاي ولكن دايماً النادي الإسماعيلي ده نادي كبيرة جماعة نادي محترم نادي عنده جماهير عريقة ومحترمة وفي نفس الوقت يعني أنت بتلعب بطل أفريقي بتلعب الأفضل في أفريقي بتلعب النادي الإسماعيلي بيلعب الأحسن في أفريقي اللي هو نادي الأهلي وبالتالي دايماً أنا حتى أقولها على سبيل الهزار يعني حتى أنا نفسي لما كنت بلعب ضد النادي الأهلي في أي من الفرق اللي كنت بلعب فيها كنت بلعب حاجة اسمها بزود الجل ليه؟ لأنه المباراة دي بتبقى متشافة المباراة دي ناس كلها بتبقى شايفاها المباراة كلها المباراة اللي زي الأهل الأهل يعني كل المصر بتتفرج أهلي وإسماعيلي ده بتيقلي أن هذه المباراة من بعد مباراة الأهلي والزمالك بتجد أن المباراة الأهلي والإسماعيلي الكل لما يسمع بيقعد يتفرج إسماعيلي بينه وبينكه لازم هو عايز يحسم الموقفه في جدول الدوري فبيحتل هو النادي الإسماعيلي بيحتل مركز ليس من مقام النادي الإسماعيلي من وجهة نظري اللي عايز يقول أي حاجة يقولها ولكن هذا ليس مقام النادي الإسماعيلي المركز اللي هو فيه دلوقتي هو ليس من مقام النادي الإسماعيلي تخيل لما تيجي تتكلم عن النادي الإسماعيلي تقول مركز الثلاثة عشر نقطة موقفه صعب عشان كده عنده هدف هدفه هو الهروب من هذا المركز والتقدم نحو المنطقة الآمنة في جدول الدول وفي نفس الوقت أنت بتلعب النادل أهلي هنزود الجيل هنكوي كلنا أنا كنت بعمل كده أنا ما بتريعش أنا بتكلم بجد أنا كنت بعمل كده ما جاء لعب النادل أهلي كنت تكوي الشورت اللي أنا بلعب به والتيشيرت اللي أنا بلعب بيها وزود زي ما بقول لحضراتكم هذه هي الحقيقة محدش يقدر يقول لأ محدش يقدر يقول لأ الإسماعيلي بيمتلك مدير فني محترم عنده خبرة في الدولة الممتاز النجم كابتن إيهاب جلال واحد من المدربين الهديين المحترمين اللي له صوالات وجوالات سواء مع المقصة أو مع الفرق الكتير اللي مسكها وأيضا مع النادي الإسماعيلي ومع متخب مصر عشان كده أنا بقول لحضراتكم هتبقى مباراة صعبة جدا في الملعب ما بين اللاعبين وكمان من برة في الخطوط الخطوط من برة لما تبقى فيه قيمة زي كابتن إيهاب جلال وقيمة زي مرسيل كولر مدير فني للنادي الأهلي مرسيل كولر بقيمته الفنية بطريقة لعبه اللي دايما بيغير على حسب ما يرى مناسبا في كل مباراة عموما هي مباراة ما بين اثنين مديرين فنيين كبار نتمنى يا رب إن شاء الله أن يستطيع النادي الأهلي أن يفوز فيه هذه المباراة وأن تخرج المباراة بما يليق باسم الكبيرين سواء النادي الأهلي أو النادي الإسماعيلي